محديثكم عبدالباسط عثامني رئيس قسم الاقتصاد في كلية الأعمال جامعة اليارموك حديثنا اليوم عن كتاب غايف الأهمية جامعة الخضراء مدخلاً لتحقيق التنمية المستدامة لدكتور حامد القدوة وتقديم الأستاذ الدكتورة سوزان المهدي هذا الكتاب من حيث المبدأ قد صمم في أوراقه وفي طباعته ليكون صديقاً للبيئة يأتي هذا الكتاب ضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي توافق عليها المجتمع الدولي في عام 2015 مما يزيد أهميته أن تطرق في أربعة فصول وبوابقى ثلاثمائة واثنين وثلاثين صفحة إلى أمور مهمة إلى التأطير النظري للتنمية المستدامة ثم إلى التأطير النظري للبيئة الخضراء والاقتصاد الأخضر ومن ثم بناء علاقة توافقية ما بين التنمية المستدامة والبيئة الخضراء من جهة تحديات المدنية وتطور التكنولوجي وأثارها السلبية على البيئة وتطور المجتمع إلى الصناعات هنا بحاجة إلى حلول وإلى دور تنويري للجامعات على اختلافها في أنحاء العالم كيف نحل المشاكل البيئية وصولاً إلى الجامعة الخضراء ذلك يأتي من خلال عدة إجراءات في منهجين اثنين المنهج الأول من خلال البناء التحتية المتمثلة في الأبنية الصديقة للبيئة وأنظمة الطاقة وغيرها والثاني من خلال البناء الفوقية المعرفية التي تتجسد في البحث العلمي والدراسات العليا وتوجيه الرسائل الجامعية نحو المعارف الصديقة للبيئة لتؤثر إيجابياً على الاتجاهات العامة للأفراد والمؤسسات الوطنية هذا الكتاب يضيف كثيراً إلى المكتبة العربية نصيحتي إلى الباحثين وزملائنا أعضاء التدريس وأبنائنا الطلبة في الإطلاع على هذا الكتاب لأنه باعتقاد الشخصي فريد في نوعه أضاف كثيراً في موضوعه وكل الشكر لكم اشتركوا في القناة